اهلا بكم من جديد الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية قدمت دورا هاما خلال جائحة كورونا وامر دفاع نظمت عملها واموالها ومالها تتصرفت الضمان ماذا لدينا ما هي خططنا ننقشها مع ضيفنا الدكتور حازم رحاح لمدير عام الضمان الاجتماعي مساء خير تور اهلا بك في نبض البلد وعشان بس استعراض سريع انتكرنت ما قدموا الضمان خلال الجائحة ومجموعة اوامر الدفاع اللي نظمت عمل مؤسس ضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية نعم يا سيدي مساء الخير اليك استاذ محمد ولجميع المشاهدين اهلا مساهدتي الضمان الاجتماعي بالفعل احنا تدخلنا كان في بداية الجائحة بمجم امر الدفاع رقم واحد وانتقلنا لامر الدفاع تسعة ومن ثم لأربعة عشر وخمسة عشر وثمانتعاش واربع عشرين فنحكي احنا عن تقريبا ربع عامر الدفاع هي خاصة بالضمان الاجتماعي تدخلنا في البداية كان الهدف منه دعم استقرار القطاع الخاص باعتبار عمق الضمان الاجتماعي وانتقلنا الى تكريس مفهوم الحماية الاجتماعية كان بهمنا كمؤسسة نحمي العاملين المشتركين في الضمان الاجتماعي وايضا مشتركين سابقا تحت المدلات الضمان الاجتماعي فدورنا كان منحصر في دعم استقرار واستدامة القطاع الخاص وأيضا في دعم مفهوم الحماية الاجتماعية لدى المشتركين في الضمان الاجتماعي نعم جملة من المعنى في هذا الموضوع جملة من البرامج التقطة ضمان الاجتماعي نعم وفي سؤال شعبي قداش كلف هنا هذول نعم قداش كلفت مؤسسة ضمان الاجتماعي هي مؤسسة الأردنيين نعم أكيد نحن محاسبيا برامج أوامر دفاع إذا بنحكي عن برامج نفقات اللي هي برامج تضامن ومساند اثنين وثلاث ومساند واحد تمكين اقتصادي اثنين نحكي عن كلفة إجمالية من بداية الجائحة لغاية اليوم حوالي 220 مليون دينار 220 مليون نعم يضاف إلى ذلك اللي هي تخفيض الاشتراكات الضمان الاجتماعي على منشأة القطاع الخاص نحكي عن تعليق العمل بتأمين الشيخ كوخة عن 3 و 4 و 5 و 2020 ومن ثم تمكين اقتصادي اثنين واحد عفوا اللي هو تخفيض الاشتراكات من 21 و 2% إلى 4 إلى 13 و 2% من شهر 6 إلى شهر 12 ومددنا لنهاية شهر 5 وفي عنا التعليق للمشاءات الأكثر تضرر بالجائحة من شهر 12 لنهاية شهر 5 و 21 قديش كلفون الاشتراكات؟ 170 مليون دينار مقدار التخفيض في الاشتراكات يعني جملة ما كلف الضمان خيرا نحكي نعم عن 390 مليون دينار عام هاي كلفة على الضمان الاجتماعي كانت نعم لدعم فيما قدم من دعم للمواطنين وفيما خسروا الضمان الاجتماعي من اشتراكات وفيما قدم دعم للمشتركين الحاليين ومشتركين سابقا في الضمان الاجتماعي وما وتسهلات الممنوحة للخطاع الخاص 390 مليون دينار نعم هذولا راحوا علينا؟ هذولا محاسبيا هم جزء من الفائد التأميني كان مفروضا نحول مصدوق الاستثمار بعام 2020 ولكن احنا اتعاملنا مع الموضوع بمعيار اقتصادي واجتماعي الضمان الاجتماعي هو مش معني بالوضع المحاسبي الآن احنا معنيين بالديموم المالية على المدى الطويل فاحنا فعليا ساهمنا في دعم استقرار القطاع الخاص وحفظنا على ديمومته وإيضا حمينا مشتركين من تبعات الجائحة طب بس اليوم انا مش بكون قلقان على الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما فيه قلق على الاستقرار المالي للضماني نعم جميع برامجنا هي مولة ذاتيا لانه اذا نحكي عن برامج المساند الثلاث تمكين اقتصاد الثلاث هي سلف هي سلف مستردة تسترد عند استحقاق المؤمن عليه المشترك لأي منفعة تأمينية سواء تقاعدة ودفعة واحدة فجميعها سلف مستردة اذا نحكي عن تخفيض اشتركات هذا التخفيض ما فيه قابل حقوق تقاعدية في المستقبل فاحنا فعليا ككلفة مالية على المدى البعيد الكلفة محدودة جدا دكتور انت بتقولي في البرامج اللي احنا كنا فيها نخفض اشتراكات المشترك خسر اشتراكه هذا كالشهر نعم اذا كنا نحكي عن تعليق العمل بتأمين الشيخوخة فالفترة اللي شمالها التعليق لا تدخل في الحسبة التقاعدية تأثيرها محدود لانه نحكي عن فترة محدودة نحكي عن ثلاث اشهر بالعام 2020 ثلاثة واربعة وخمسة ونحكي عن ايضا يعني اربعة اشهر في عام 2020 ثلاثة واربعة وخمسة وشهر اطناعش ونحكي عن خمس اشهر في عام 2021 تسع اشهر تأثيرها في الحسبة التقاعدية محدود لغاية ما بتأثر بتأثر ولكن تأثير محدود بس بتأخر تقاعد بتأخره نعم تسيدي رح تأخره سنة تسع اشهر اذا افترضنا انه التعليق تم تطبيقه على العامل لمدة كاملة ولكن اليوم الواقع الفعلي التعليق محدود تطبيقه على العاملين في القطاع الخاص وفي عنا الهو تمكين اقتصادي اثنين هو اللي بحكي عن تخفيض الاشتراكات تخفيض الاشتراكات ايضا بترتب علي تبعات محدودة على الحسبة التقاعدية لنصف الفترة تحتسب في الحسبة التقاعدية ولكن الفترة كاملة تعتمد لغاية استحقاق الراتب التقاعدية فتخفيض الاشتراكات ما بيأثر على استحقاق المؤمن عليه الراتب التقاعدية كفترة فالناس ما تقلق من موضوع أنه أنا والله خسرت تأميني خسرت تأخرت راح أتأخر في التقاعد هذا لن يكون تأثيره كبيراً على المشتركين في الضمانة الاجتماعية طيب اليوم درستوا شو أثر كل هاي البرامج على القطاع الخاص لما أنت بتقولي أنا بقدم 390 مليون دينار اليوم بدعم فيهم القطاع الخاص هل كان هناك أثر واضح ملموس على القطاع الخاص موجود نظركم؟ درستوها على الأرض الواقع؟ على الأرض الواقع إحنا في حوار مستمر بيننا وبين شركنا في القطاع الخاص سواء نحكي عن غرف تجارة غرف صناعة قطاع السياح اليوم من أكثر قطاعات المتضررة بالجائحة فعلياً التغذية الراجعة بتجينا أنه البرامج تأثيره كان إيجابي على القطاعات بدلالة أنه هناك مطالبات بتمديد العمل بهذه البرامج فإحنا لما نحكي عن تخفيض الاشتراكات إحنا أتحنا سيول إضافية للقطاع الخاص حوالي 170 مليون دينار لما نحكي عن نفقات سلف عدفة الواحدة بحوالي 220 مليون دينار فهي أيضاً تمضخها في قطاع الخاص فالتأثير أكيد سيكون إيجابي طيب اليوم قدش كم مستفيد كان عندنا من أوامر الدفاع؟ لغاية اليوم نحنا تجاوزنا مليون ومئة ألف مستفيد من برامج أوامر الدفاع مليون ومئة ألف مستفيد تجاوزنا هذا الرقم بـ 390 مليون دينار نعم أنا بس أكد على ألقام بكتور أنه هي ألقام مهمة لأنه نحاول نحاول نحكي فيها بالتفاصيل نعكاس ذلك وإنت تقول لي هذا لا يؤثر على السقار المال للضمان الاجتماعي كل تأكيد وأن أوضاع ضمان الاجتماعي المستقبلية آمنة كل هذه الأموال هي كانت فائد سيحول صدوق الاستثمار لم يحول نعم إحنا ما حولنا في 2020 ولا دينار أنا حولنا حوالي 28 مليون دينار بالـ 2020 مجموع ما تم تحويلهم من فوائد تأميني للصدوق الاستثمار في آخر ثلاث سنوات مليار ومئة مليون فبالنسبة للفوائد التأميني إحنا ما عنا أي هاجس الحمد لله وضعنا مستقر ومتوقع أنه الفوائد تعود إن شاء الله في الفترة القادمة بس نعدي هالأزمة على خير إن شاء الله وبرجأ بأكد هنا إحنا نتعاملنا مع الموضوع من ناحية استراتيجية إحنا القطاع الخاص بالنسبة للعمق الضمان الاجتماعي لن يسمح أن يتراجع وضع القطاع الخاص لأنه في المحصلة إحنا شراكتنا وعمقنا هو القطاع الخاص طيب اليوم أنا لما بحكي في جملة هذه الأرقام بقول أنه على هامج ذلك المؤسس ضوان اجتماعي أطلق جملة من الخدمات الإلكترونية صحيح؟ نعم تقييمك لهذه الخدمات عشان أقول لك شو تقييم الناس أنا شخصيا بجوز تقييمي ما يكون موضوعي بحكم إحنا المقدم الخدمة هاي أكيد وردتكم ملاحظات دكتور نعم تجينا ملاحظات العمل مستمر على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية احنا الحمد لله اتعاملنا مع الخدمات الإلكترونية بشكل استباقي طبعا ما أحد كان متوقع أن سيكون في جائحة ولكن كان في عنا خطة مدروسة بلشنا بمشروع الخدمات الإلكترونية في بداية 2019 الجائحة خلتنا نسرع بالمشروع كان مفترض أنه ننجزه بشكل كامل بنهاية الـ 21 الحمد لله اليوم وصلنا لمرحلة أنه 99% من خدماتنا متاحة إلكترونيا لما نحكي خدمات ما نحكي نظام اللي هي استقبال طلبات نحن نحكي عن خدمات متكاملة مربوطة بكل أنظمتنا وبتعرف التعقيدات الموجودة في الضبان الاجتماعي من حيث التشعبات بين الأنظمة التأمينية ولكن الحمد لله اليوم وصلنا لمرحلة متقدمة فيما تعلق في خدمات نحن مليون ومئة مستفيد مئة ألف مستفيد حصلوا على مستحقاتهم بدون الحاجة لمراجعة أي فرع مفروع المؤسسة إذا بدي أحكم عن موضوع معيار هل هناك هل هناك حاجة لمراجعة أي مفروع المؤسسة لحصل على خدمة تأمينية بأكد لك أنه الحاجة محدودة جدا في حالة استثنائية فقط ولكن القاعدة العامة أنه خدماتنا تقدم بشكل مباشر من خلال الخدمات الإلكترونية طيب اليوم الناس بتقول لك مثالا نعم في تمكين أنا بقدم اليوم ما أسبوعين أو ثلاثين ما بتنزلي فلوس نعم غيري بقدم اليوم بأخذهم بكر نعم صحيح أوضح موضوع البرنامج تمكين والأمر نفسه من درجة على باقي البرامج احنا في السابق كنا نحول مستحقات الأوامر الدفاع كلها وواق المنفع التأمينية من خلال كاونتر البنك يعني المؤمن عليه تصلوا رسالة أنه إليك مستحقات في البنوك المتعامل محاكم مؤسسة ثلاث بنوك وبراجع البنك بشكل مباشر وبحصل مستحقات مباشرة من كاونتر البنك اليوم احنا لظروف الجائحة احنا مش يعني في المحاصلة المعنيين بحماية المشتركين ومواطنين فكان توجهنا أنه نستحدي خدمة جديدة اللي سميناها خدمة آيبانك المؤمن عليها مطلوب منه كل شخص له منافع تأميني في المؤسسة المطلوب منه أنه يروح على البنك بتعامل معه بس يقدم أنه يرسلنا رقم الآيبان مباشرة حسب القناة المعتمدة في البنك فجزء من المنافع اليوم المتأخر استلامها هي مرتبطة بموضوع الآيبان وهنا نحن يعني نستغل الفرصة هون ونأكد على موضوع ضرورة قيام كل شخص تقدم إلى منفع تأميني في المؤسسة باستخدامها لخدمة ورسال رقم الآيبان حسابه البنكي للضمان الاجتماعي طيب برنامج استدامة الأخير نعم كان الإقبال ضعيف صح؟ الإقبال لغاية اليوم استفاد من برنامج استدامة كمنشآت حوالي 4000 منشآة عدد المستفيدين كأشخاص عاملين وصل اليوم لغاية 80 ألف مستفيد نحن في البداية كمؤسسة اعتمدنا على قائمة القطاعات الأخير التضرر اللي صدرت بموجب بلاغ رقم 18 للمسنج الأمر الدفاع رقم 6 نعم توسعنا في الشهر البعده شملنا منشآت متضررة في قطاعات غير متضررة حسب التعريف فقلنا أي منشآة إراداتها تراجعت بـ 50% فأكثر هي مؤهل الاستفادة من برنامج طبعا هذا الحكي بالطلب وجود معززات ضريبية من ضريبة المبيعات انتقلنا لمرحل جديد اللي هي 40% لغاية الاستفادة عن شهر واحد شهر اثنين انزلنا لـ 30% أي منشآة إراداتها في عام 2020 تراجعت بـ 30% فأكثر عن 2019 هي مؤهل الاستفادة من برنامج استدامة فإحنا في شروط متوسع فيها نحاول نخدم أكبر شريحة ممكنة من منشآت القطاع الخاص بس أنت منتفق مع أنه رقم قليل الرقم قليل وإحنا بالصراحة عدد المنشآت المستحقة نظريا لاستفادة من برنامج 16 ألف منشآة لتقدم برنامج 4000 منشآة في جزء من المنشآت هي أصلا عملها يعني متوقف بشكل أو بآخر في جزء من المنشآت هي فعليا اليوم مستحقة للاستفادة بس ما قدمت إحنا زملائنا في المركز إعلامي عملوا مسح لهذه المنشآت أخذوا عينة واسعة منها وتواصلنا معهم بشكل مباشر لنعرف شو السبب ليش ما قدموا للبرنامج طبعا من ضمن الأسباب أنه في عنا نقص في المعلومة يبدو أنه تفصيلات البرنامج مشواضحة للجميع فإحنا إن شاء الله خلال فترة قادمة راح نتوسع بحملتنا الإعلامية لتوضيح البرنامج وتفصيلاته في انطباع لدى المنشآت أنه البرنامج استدامة النفقات التي تصرف من خلاله هي على شكل قرض هي مبالغ مسترد هون نحب أن أكد أنه أي مبلغ يصرف من برنامج استدامة هو دعم غير مسترد هو دعم حكومي غير مسترد أوكي فالناس اللي عزفوا عن العمل في البرنامج كان عندهم نقص معلومة تحديد من نوع القرض والدعم الحكومي نعم طيب أنا بعد الفاصل راح أسألك أكثر عن أموال الضمان و راح نحكي عن قضية السنوات الحكومية بوضوح جاهزيز راح نسأل عن ديوان المحاسبة و الملاحظات الواردة على الضمان الاجتماعي من ديوان المحاسبة و كيف نقرأ مستقبل الضمان في قادم الأيام و كيف راح يتعامل الضمان مع قادم الأيام في برامج أخرى هل هناك نية لبرامج أخرى و ما إلى ذلك كل ذلك وأكثر بعض الفاصل قصير بقامنا نواصل حوارنا وظيفنا الكريم و أنا دكتور عندي جملة ملاحظات البعض يقول هل هناك من أي واسطات في الضمان في برنامج أستدامة تحديدة نعم سيد العزيز نحن غالبية المنشآت المستفيدة من أستدامة هي قبلة حكما بمعنى قصيفها القطاعي غياتها هي بتحدد هل هي مستفيدة أم لا هم نحكي عن الفئة اللي هي الأكثر تضرر اللي فيها صادر أصلا بلاغ من دولة رئيس الوزراء بلاغ رقم 18 فيه منشآت اللي هي خاضعة للدراسة اللي هي حكينا نسبة 50 بالمئة وأربعمية وثلاثين بالمئة هذه المنشآت تختار للدراسة من اللي جان فانية مختصة بكل تأكيد أنا بضمن لك إنه ما في عنا بهذا الموضوع أكيد ما فيه وسطات فيه أشوص واضحة ولا نضغط على الضمان انتجاه القطاع أو إتجاهي أبدا 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 إحنا فيه مطالبات من بعض القطاعات اللي شمولها ببرنامج إحنا دايما سؤالنا الأساسي إثبتونا كيف القطاع تضرر إذا القطاع على إطلاقه غير متضرر ولكن فيه منشآت متضرر فيه فهونا بيكون الطالبات بشكل فردي كل منشآة مطلوب منها تثبت من معززات رسمية إنها تأثرت بالجائحة طيب الموضوع واضح وإحنا فيه واسطة بالمطلق بالمطلق إن شاء الله للتقديم ضمن أي برنامج ولا نضغط على الضمان اتجاه أي قطاع أبدا لم يضغط على الضمان إحنا أي قطاع بيجينا بيطالب يشموله بالبرنامج زي ما حكيت لك أستاذ محمد نطلب منه معززات إذا كان القطاع على إطلاقه غير متضرر فعنا كمان استعداد نبحث في حالات فردية بيموجب أسس معايير واضحة إحنا عنا باللجان الفنية ندوبين عن كل الدوائر الرسمية المعنية بقطاع الخاص نحن نتحدث عن ضريبة نحن نتحدث عن تلبي التعليم نحن نتحدث عن المدارس فكل دائرة رسمية مسؤولة عن تنظيم قطاع ما موجودة عنا في اللجان الفنية وإحنا كمان جاهزين أي ملاحظة أي شكوى أي شك بموضوع الاستحقاق من برنامج السدام نحن جاهزين نتعامل معها طيب بكتور أنت طممتني قلت لي أموال الأردنيين بخير في الضمان إنساء الله إنساء الله وإنتم أعطين مدعين الحكومة 6 مليار صح؟ إحنا مستثمرين في أدوات اه 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 حكومية اللي هي السندات الحكومية بـ 6 مليار دينار وهنا أنا بشكرك على السؤال لأنه سؤال مهم وبتعرف اليوم يعني فيه لغط على الموضوع كثير فيه فيه ناس بشكك ب بجدوى استثمات الضمان بحكم أنه مستثمر في السندات تسمح لي أتناول الموضوع من ثلاث أبعاد رئيسية تفضل البعد القانوني والمالي الذم المالي للضمان الاجتماعي مستقلة بشكل كامل عن الذم المالي للحكومة وهذا محدد بشكل صريح بقانون الضمان الاجتماعي بدلالة إذا في عندنا وزارة أو مؤسرة رسمية تتأخرى عن دفع الاشتراكات اليوم واحد تتحمل فوائد عن اليوم لفائد واحد مئة شهرية وما سبق احنا بحكي لك أكثر قطاع ملتزم في دفع الاشتراكات هو قطاع الحكومي ما في تأخير تباتاتا مدينية قطاع الحكومي للضمان الاجتماعي كأشتراكات محدودة جدا إذا تقارنهم قطاع الخاص فكالتزام قانوني واضح الذم المالي للضمان الاجتماعي مستقلة بشكل كامل عن الذم المالي للحكومة طيب البعد الثاني هو بعد استثماري البعد الاستثماري احنا كضمان استثمارنا في السندات هو من أكثر الاستثمارات ربحية كيف؟ 6 مليار دينار متوسط العائد عليها 6.1% متوسط العائد نعم سيد السنوي نعم العائد السنوي على باقي استثمارات الصندوق أو الضمان الاجتماعي بحدود 2.5% اليوم عنا فوائد قديش قيمة الأموال غير 6 مليار سندات نعم قديش أموال الأخرى في الاستثمارات الأخرى تقريبا في عندك استثمارات في القروض أدوات السوق النقدية قروض ودائع هي بتشكل حوالي 75% من الاستثمارات الضمان الاجتماعي أدوات السوق النقدية سندات ودائع وقروض باقي الاستثمارات موزع بين أسهم حوالي 14.5% في عندنا استثمارات عقارية واستثمارات سياحية أوكي فإحنا من ناحية استثمارية أثر استثمار مجدي هو الاستثمار في السندات طيب ولم يسبق للحكومة أنها تخلفت عن دفع استحقاق السند ما في التاريخيا أنا معك بس بس بتور انت ريوم لبح أنت ضامن للحكومة الضرحة تقدر تسدك نعم ضامن كيف هاي سندات حكومية مضمونة أول شيء المسؤول عن إصدارها هو البنك المركزي أكبر مستثمر في السندات الحكومية هو الجهاز المصرفي البنوك عندنا حوالي 14-15 مليار سندات الضمان مستثمر بستة الباقي من مستثمر فيها البنوك التجارية فيعني وبتعرف البنوك التجارية من حيث توجهها للمخاطر محدود يعني استثمار متحافظ فأكبر مستثمر في السندات الحكومية اللي هما قطاع المصرفي البعد الثالث اللي هو بعد إحصائي لما نحكي في عندنا دليل إحصاءات المالية الحكومية اللي هو صادر عن صندوق نقد دولي بيصنفوا بكل دول عالم يتم تصنيف الديون المستحقة للضمان الاجتماعي الحكومة يتم خصمها من مدينة الحكومة العامة وهذا اللي صالح لأردن لأنه لما يتوجه الأردن لسوق الإقراض الدولي كلها في الحصول على القرض الخارجية السندات الخارجية بيكون أقل وهذا اللي مصطحة بلدنا واللي مصطحة الضمان الاجتماعي لأنه في المحصلة هذا حكراح ينعكس على قطاع الخاص فبكل أبعاد إحنا استثماراتنا آمنة كيف أمدهم هذه السندات؟ أنا صراحة مش مختص بطرف بس هي بتتراوح بين قاسية الأمد اللي هي ثلاث سنوات في عندك لسبع سنوات وفي عندك لخمسة عشر سنة وبالمناسب هذه السندات قابلة تسهيل بشكل سريع ومباشر وأنت مطمئن لهذا الاستثمار في الضمان الاجتماعي والضمان مطمئن لهذا الاستثمار ومش قلقان علي نعم أبدا ولا نقلق عليه ولا نخاف لا تقلق عليه وإحنا مسؤولين عن ما نحكي فيه في المحصلة أموال الضمان الاجتماعي هي محصلة بالقانون هذه الرسالة واضحة للجميع أموال المشتركين محصلة بقانون الضمان الاجتماعي بس العائد لا سئلة عم تجيني هلأ نعم تقول لي يا عمي أنتو بتقولوا عمالكم ستة مليار والحكومة مدينة بثلاث ثلاثين نعم من بتجيب سيدي إذا بنحكي عن مدينية حكومية فتاريخيا لم يسبق أن الحكومة تخلفت عن دافع مستحقات أي سند القدرة على سداد مستحقات السندات وفوائدها الحمد لله اليوم تسير بطريق الصحيح معنى أي هاجس يتعلق بتسديد المبالغ المستحقة على السندات أبدا أبدا طيب في موضوع ديوان المحاسب نعم في ملاحظات وردد عديد طلعت على ديوان المحاسب ألفين ونسعطاش طبعا كل تأكيد شفت الملاحظات التي وردت نعم أنا استرع انتباهي صراحة إحدى الملاحظات التي وردت عن سبعمائة ألف دينار خسرها الضمان الاجتماعي بعد محاولة يعني خليني أسميها حاولت توقع اتفاقية تقصيد لأحدى الشركات صح نعم أخذت قار قضائي بسبعمائة واحدة سبعمائة ألف دينار نعم مع الفائد القانوني وفقت على العرض المقدم من خبر صاحب الشركة التسوية معينة لسداد الدين وكان 27 سنة نعم المهم أنا في النهاية ما رفعت وما وقعت اتفاقية راح للمصاري صحيح نعم سيد العزيز الشركة المقصودة في تقريد ديوان المحاسبة هي الشركة أصلا أصل الدين عليها حوالي 150 ألف دينار أصل الدين أصل الدين عليها الفوائد والغرامات المتمتبة على هذا المبلغ بموجبه كمان الحكم القضائي اللي هي وصلت المبلغ الإجمالي إلى 700 ألف دينار التقصيد تم من خلال المحكمة والضمانات المتوفرة للضمان الاجتماعي عن هذا الدين تتجاوز خمس أضعافه يعني نحن حاجزين على أصول قيمتها السوقية اليوم تتجاوز أربع خمس أضعاف الدين المشارع لي في تقريد ديوان المحاسبة فدينا مضمون ما نفكر طبعا تم رفع جزئي لإجراءات الحجز على الشركة ألي ما تبقى بتاريخ عشهر واثنين ما تبقى من أصول يتجاوز أربع خمس أضعاف الدين المشارعي المحجوز عليه تجاوز خمس أضعاف القيمة ما تبقى من حجوزات يعني تفكيت عن جزء خليت جزء والجزء اللي يفكي اللي أبقته خمس أضعاف المبلغ نعم ملتزم بالسداد هذا ملتزم إلى حد ما ولكن زي ما حكيت لك إحنا في المحصلة ديونة مضمونة مضمونة بالأصول المحجوز عليها لأنه تقيير والمبالغ عليها أصلا فوائد فوائد مرتفعة لأنه آخر سداد كان بعشهر 12 2018 دكتور هذا تقرير ديوان هذا تقرير أنا بحكي عن تقيير أنا حكيتك يعني في المحصلة ديونة مضمون والمبالغ أي مبلغ يتم التأخر في سداده بتاتب عليه فوائد الفوائد مرتفعة جداً تحقيقاً 900 سنوات أنت سواء 20 سنة بفرقش معاك لأنه أنت مرح فوائد وفي ضمانات كافية طيب في حديث عن صرف روايطة تقاعدية لموظفين متقاعدين دون سن قانوني ودون أن يهدم استردادها خلافة لإحكام مادي 94 دوها الملاحظة نعم سيد العزيز أي مبلغ مستحق للضمان الاجتماعي يتم تحصيله بموجب الأنظمة المعمولية المؤسسة نحن بجزء سمعت عن حملة للضمان الاجتماعي فيما تعلق في التقاعد المبكر نحن اليوم نسترد مبالغ مصروفة بغير واجه حق تعود لسنوات فهذا الموضوع إن شاء الله ضماناته كبيرة وفي المحصلة لدينا روايطة تقاعدية بتغطي أي مبالغ مصروفة بغير واجه حق طيب أسألك في موضوع الرواتب نعم وإحنا مؤخرا في أردن نسمع عن قيم الرواتب مرتفعة نعم وهذا أمر يثير حفيظة الأردنية اليوم اللي راتبوا أكثر من خمس اليوم السقف الأعلى اللي راتب يتقاعه دي خمس ألف دينار صحيح؟ السقف الأجر الخاضع خمس ألف دينار الأجر الخاضع؟ نعم إذا واحد مقد أكثر أنت بتأخذوا على القيم الكامل؟ نعم نحن السقف الأجر الخاضع للمشتركين قبل قانون 2014 هو خمس ألف دينار المشتركين الجودة طبعا في معادل اليوم بحدود ثلاث ثلاث مئة دينار السقف الأجر الخاضع لكل مشترك جديد بس حاليا الصخف الأعلى هو خمس تلاف دينار لباقي راتب نعم اللي راتبوا أكثر من خمس تلاف يحولكم على الراتب كام؟ بخصوص بقيم الرواتب الرواتب تفوق الخمس ألاف والعشر ألاف؟ نحن بالمؤسسة معني بالأجر الخاضع طبعا القطاع الخاص هو حر في تحديد الأجور نحن معنيين في الأجر الخاضع للقتطاع السقف الأعلى هو الـ خمس تلاف دينار اليوم ما عندكم ولا مشترك كثير من خمس ألاف دينار؟ هذا غير محدود؟ عدد محدود أصلا كانت رواتبهم قبل 2009 أعلى من خمس تلاف دينار واستقروا على استقف هذا طبعا متى نعمل دراسة اكتوارية رضا ما نجد؟ دراسة اكتوارية احنا بلشنا فيها لأن احنا منزمين بوجب أحكام القانون نجد دراسة اكتوارية مرة كل ثلاث سنوات فاحنا بلشنا بالدراسة اكتوارية يعني في الأسبوع الماضي كانت البدايات وإن شاء الله خلال ستة أشهر بتكون لدينا نتائج أولية جاهزة يعني قبل نهاية هذا العام ستكون لدينا دراسة اكتوارية مطمئن لما سيكون من نتائج في الدراسة الاكتوارية؟ مطمئن مطمئن المعطيات ما دغيرت الكثير عن الأعوام السابقة طبعا باستثناء الظروف المرتبطة بكورونا وإن شاء الله نتمنى أنها لا تستمنى لفترة طويلة ولكن زي ما حكيت لك احنا كمؤسسة غير معنيين بالتقلبات قصية المدى احنا معنيين بالمدى الطويل لأن الضمان الاجتماعي بتعرف هي مؤسسة تخدم الأجيال فإن شاء الله مطمئنين للوضع المالي المؤسس دكتور حازم أشكر كل الشكر على حضورك الليلة وعلى الإضاحات التي قدمتها ورح من خلال هذا منبر أؤكد أن أي ملاحظات ستصل لدكتور حازم مباشرة حول أي خلل أو أي تأخير يكون من قبل الضمان الاجتماعي ودكتور حازم أبدأ وضوحا بأنه سيتعامل مع كل الملاحظات التي ستدر اتباعا شكرا دكتور حازم يا أهجرة من حضورك مشاهدي الكرام إلى هنا وصلنا لختاب حلقة الليلة من البلد نلتقي السبت المقبل تصبحون على الفخير